اشتركوا في القناة قالت الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة ومندوب المملكة الدائمة لدى جامعة الدول العربية قبل ما نشوف مستوى التحضير اللي احنا وثقين منه مئة في المئة أنا سعيد جدا بزيارة هذا البلد الشقيق أهلنا أهل موريتانيا الأشقاء وحقيقة هذه قمة مهمة جدا ليس فقط لموريتانيا بل لكل الأمة العربية أن يلتم شملها هنا في هذا البلد ونتطلع إلى أن تكون قراراتها هامة لتوحيد الصف ولما الشمل العربي خصوصا في هذه الأيام وهذه الظروف الصعبة